نبدأ احتفالنا اليوم بكلمة ترحيب للسيد اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم السيد رئيس الجمهورية مرحبا بكم سيادة الرئيس في يوم يتجدد بهاؤه كل عام للاحتفال بتخريج نخبة فتية من أبناء مصر في هذا الصرح العلمي العريق يقفون أمام سيادتكم جندا أو فياء مقدرين عزم تشريفكم لمشاركتين فرحة تخرجهم يسترجعون أمام أعينهم طيفا من الزكريات بدأت بحلم راوضهم أطفالا بأن يكونوا ضباطا مدافعين عن مقدرات الوطن غايتهم تحقيق الأمن والأمان وحماية شعب مصر العظيم ومقدراته فمرحبا بك سيادة الرئيس بين رجالك وأبنائك قائدا وخدوة ركنا ركينا للعطاء والتضحيات الحضور الكريم تسير الأكاديمية وفق استراتيجية جادة محددة الأهداف واضحة المقاصد غايتها مواكبة ركب التقدم في شتى المجالات حيث تم الانتهاء من تطوير مجمع التدريب التكتيكي بكلية الشرطة الذي يضم العديد من الميادين التدريبية التي تم ربطها جميعا بمركز للتحكم والسيطرة وتزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية بما يقول متابعة وتوجيه المتدربين في جميع الميادين في آن واحد وصولا لنتائج تدريبية متميزة ولم تكن استراتيجية الأكاديمية بمنأة عن متجه الدولة المصرية نحو التوسع في نهج التحول الرقمي حيث تم الانتهاء بنجاح من تصميم وإعداد برنامج لتقييم طلبة كلية الشرطة إلكترونيا يعمل على تقديم صورة وصفية وتحليلية متكاملة لكل طالب دون تدخل من العنصر البشرية واستمرارا في إنفاز خطة الأكاديمية التي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على تطبيق نظام التخصص الوظيفي تم تكوين عدد ست فرق للبحث والإنقاذ من الفئة الخفيفة من طلبة السنوات النهائية في تخصص الحماية المدنية والذين تم إعدادهم وتأهيلهم وفقا لمعايير التصنيف المعتمدة دوليا الحفل الكريم على الصعيد الدولي لم تغفل الأكاديمية دورها كمناط علمية تدريبية شامخة تهتم بتعزيز الشراكات الدولية وتسهم في إعداد كوادر الدول الصديقة وتكليلا لمساعي حسيسة في مجال التدريب على عمليات حفظ السلام فقد اعتمدت مفوضية الاتحاد الأفريقي المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام كأحد مراكز التميز لديها لتدريب كوادر المكون الشرطي المشارك بتلك العمليات على مستوى القارة الإفريقية الأمر الذي جعل من المركز نموزجا مشرفا يليق بمكانة مصري ودورها السيدات والسادة لقد مضت الأكاديمية في طريقها نحو تحقيق ما تصب إليه من إتقان في سقل قدرات وتنمية مهارات أبنائها بما يتناسب مع حجم الأمانة وعزم الرسالة فكان الحرص على الاستمرار في إنفاز برنامج التدريب المشترك مع طلبة الكلية الحربية الذين يقفون اليوم وسط أشقائهم من أبناء كلية الشرطة ليشهدوا يوما هو بحق للخرجين عيدا ولأسرين فرحة وللوطن فخرا وعزا حفونا الكريم اليوم تشاركوننا احتفالنا بدعم وزارة الداخلية بكوكبة جديدة من صفوة شباب مصر وخيرة جندها حيث يتم تخريج 1273 من طلبة كلية الشرطة بنظام الأربع سنوات من بينهم 48 طالبا واسدا من دولتين فلسطين وتشارك بنسبة نجاح بلغت 98.9% وتخريج 1184 من طلبة الكلية الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بنسبة نجاح بلغت 99.9% جميعهم حصلوا على درجة الماجستير في القانون وكذا تخريج 285 طالبا وطالبة من قسم الدباط المتخصصين بنسبة نجاح بلغت 100% وقد حصلوا جميعا على دبلوم إدارة الأزمات والكوارث كما يتخرج اليوم عدد 12 طالبا من رعاية الدول الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية وهي جنوب السودان زنبيا سيراليون ليسوتو الكاميرون في إطار المنحة الدراسية التي تقدمها وزارة الداخلية للدول الأفريقية سنويا بنظام العامين الدراسيين يضاف إلى ما سبق تخريج 156 ضابطا ممن حصلوا على الدبلومات الشراطية التي تمنحها كلية الدراسات العليا منهم 34 ضابطا وافدا من دول البحرين السودان العراق فلسطين الكويت اليمن بنسبة نجاح بلغت 91.7% كما قام مركز بحوث الشرطة بتدريب 932 متدربا يمثلون 41 دولة إفريقية خلال هذا العام فضلا عن 60 متدربا من دول الكومانويلس وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المركز والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية كما قامت كلية التدريب والتنمية بتدريب عدد 5970 ضابطا من مختلف الرتب بالوزارة في جميع تخصصات العمل الأمني ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير إلى الجهود التي تمزلها الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في مجال تأمين المنشآت الحيوية والسياحية والأسرية والمشاركة في ضبط قضايا المخدرات وأعمال الكشف عن المتفجرات تنسيقا والقطاعات المعنية بالوزارة الحفل الكريم أتوجه في هذه المناسبة الكريمة بتحية تقدير وعرفان لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة وكافة قطاعات وزارة الداخلية وكل الشكر والتقدير للسادة رؤساء الأكاديمية السابقين وجميع العاملين بالأكاديمية لجهودهم المخلصة في أداء رسالتهم النبيلة أبناء الخرجين لقد استقبلتكم أكاديمية الشرطة شبابا شغوفا بأمال الغد متطلعا لحمل رسالة الأمن مدركين حتمية مواجهة المشاق والصعاب فكنتم خير أهل لتلك رسالة وكنا أوفياء لتأهيلكم أتم تأهيل واليوم تبدأ أول خطوات مسيرتكم العملية فاحرسوا على أن يكون زادكم العلم والانضباط وسمتكم البزلي والعطاء ورايتكم إعلاء مصالح الوطن وهدفكم تحقيق الأمن والأمان في إطار من الالتزام بحماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية السيد الرئيس بمزيد من مشاعر الإجلال والتقدير نشكر لكم تشريفكم هذا الاحتفال لتحتضنوا آمال وطموحات جيل جديد من الضباط وقد آليتم أن تكرموهم بهذا التشريف حفظكم الله لمصرنا الغالية ولشعبها العظيم داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على طريق العزة والرخاء إنه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدية تذكارية تتمثل الهدية في جدارية تحمل خريطة جمهورية مصر العربية يتوسطها نهر النيل العظيم شريان الحياة للبلاد وأمامها شعار وزارة الداخلية الذي يرمز إلى الأمن والسلام نسأل الله تعالى أن يحفظكم يا سيادة الرئيس ويسدد على الحق خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير